في العراق القوات العراقية المشتركة تستعيد السيطرة على قرية تل عاكوب شمال نهر الزاب بمحافظة نينوى شمالية العراق من إرهابي داعش وتقتحم حي عدن بالمدينة وقوات الحجد الشعبي تسيطر على مطار تل عفر ومنطقة لشبان رامي خنسة والتفاصيل يحقق الجيش العراقي تقدما جديدا في معركة تحرير الموصل من إرهابي تنظيم داعش وتستعد القوات المشاركة في العمليات اقتحام مطار تل عفر غرب الموصل حيث وصلت قوات الحجد الشعبي إلى السياج الخارجي للمطار وطوقته استعدادا لاقتحامه خلال ساعات من الشمال والشمال الشرقي بعد أن كبدت الإرهابيين خسائر كبيرة وعلى المحاور الأخرى استعادت القوات العراقية المشتركة سيطرت على تل عاكوب شمال نهر الزاب من إرهابي داعش حيث قال قائد عمليات نينوى الفريق الركن عبد الأمير يار الله إن القوات كبدت الإرهابيين خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات واستعادت السيطرة على تل عاكوب ورفعت العلم العراقية فوق مبانيها ومع استمرار تقدم القوات العراقية نحو الموصل أجبر إرهابي داعش على الانسحاب من منطقة تل الرمج في ظل انهيارات متتالية في صفوف الإرهابيين كما تمكنت القوات العراقية من اقتحام حي عدن في الجانب الأيسر من الموصل لتحريره من سيطرة التنظيم الإرهابي حيث تعد هذه المنطقة استراتيجية كونها تفتح الطريق أمام نجاحات أخرى للقوات إنجازات القوات العراقية تتسع في محيط الموصل لتمتد إلى الأنبار أيضا حيث أحبط جهاز مكافحة الإرهاب هجوما إرهابيا لتنظيم داعش بعشر سيارات مفخخة على مقر الفوج الثالث بالفرقة الأولى والمتمركز شرق مدينة الرطبة وقضت على الانتحاريين الذين استهدفوا المقر ترجمة نانسي قنقر